اوكي نرجع نكمل فحاليا احنا كملنا من كلاس اليوزر اللي موجودوا بهذا البروجيكت راح نسوي كلاس ثاني اللي هو كلاس البوكس هذا الكلاس البوكس اللي احنا انا طيعت تسميه شي افتراضية اللي هو عبارة عن الصندوق مالك اللي مثلا بالبنك او يعني هالشكل اجتنا بالي انه مثلا هذي كل بطاقة هي مربوطة بحساب فممكن انه هذا البوكس هو على صندوق مالك اللي مربوط بالبطاقة تمام فانا سميته بوكس انتو مثلا اذا تبدون تسمونا غير تسمية فعادي براحتكم كل شو براحتكم فانا سميته بوكس على هالتسمية هذي فضغطت له اوكي فنشع لي هذا الكلاس تمام هذا الكلاس الشي يتحكم لك يتحكم لك بالرصيد يعني الرصيد يشوف لك يقدر رصيد يشوف لك اذا تقدر تسحب لولا ويرجع لك قيمة تسحب يشوف لك اذا تقدر تودع مثلا مبلغ مالي و هالشكل هذي يعني انه انت يتحكم لك شوان بالرصيد هذا الكلاس يتحكم لك بالرصيد بمتغير واحد اللي هو الرصيد متغير الرصيد نقدر نسوي string ونقدر نسوي انتجر لان هو عبارة عن رقم فهذا احنا لاحظ نسوينا عبارة عن انتجر فراح اخذه منه اخلي داخل الكلاس هذي اللي هو وسويته private لان ما اريد احد يوصل للرصيد مالتي فاهنا احتاج insert احتاج هذا الشكل انه رصيد وهذا راح امسحها تمام لان اريد انطيع رصيد افتراضي فاول شخص يجي يفتح الحساب هنطيع مثلا رصيد الف يعني هذا شوف انا جد كريموا اياكم يعني انت اول ما تجي تفتح حسابك تجي بي الف يعني خلو نقول عشر تالاف يالله هاي عشر تالاف هدية من عندي ايكم اوكي اول ما تفتح شوضاك البنك المركز ينطيكم الف انا نطيكم عشر تالاف هاي يعني عروض حتى تجون سهبونه من البنك المركز فبهذا الشكل انه construction هذا construction اول ما تنشي object راح ينطيك بالbalance مالتك اللي هو الرصيد اه عشر تالاف تمام زين احتاج بعد دوال اللي هي دوال اللي قتل فاحتاج دالة اللي هو فقط للبالانس فهل شكل انه انا سويت دالة اللي قتل ما احتاج دالة الست لان انا ما راح استعملها احتاج دالة اللي قتل فقط فاحتاج هيدالله حتى استرجع قيمة الرصيد اللي موجود عندي جقد مثلا موجود عندي رصيد أنا أحتاج هذا الرصيد مثلا حتى يأبط لي بعد عندي دالتين لازم أسوهم اللي هن دالت السحب والإداء فأني راح أسنسخل من هنا بهذا الشكل وأشرحهم خطوة وحدة خطوة نثيناتهم من الشابهات فأشرحهم خطوة خطوة تمام فهذا مثلا سنسد أجيت هنا أنا أسوي أعمالية لسق حتى يعني ما تعب بكتابتها فهذا الدالة اللي هو دالة السحب اللي هي public integer ترجع لي ترجع لي integer هيترجع لي integer لي لأن هذا integer تمام اللي درو تستقبل دي المبلغ اللي أنا أريد أسحبه المبلغ اللي أنا أريد أسحبه عن طيل الدالة فتجي هيدالله شوف مكتوب إذا إذا هذا المبلغ اللي أنا أريد أسحبه أكبر من الرصيد اللي موجود عندي شا سوي لي system.error يعني ضع لي خطأ هاي الرأي احنا اخذناها لا يوجد رصيد كافي اوتي الآن else شا سوي لي balance ناقص ال lb هذا اللي هو المبلغ اللي أنا دازيته حتى يشعبونه فسوي لي ناقص مني أنه من الbalance ما تتي وآخر شي يعني هذا ما عليها بالif آخر شي return balance يعني قد الباقة اللي راح يرجع اللي هو المبلغ اللي راح يرجع اللي راح يرجع لي آه هنا تمام سوي لي آه راتيان نفس الدالة لكن هنان نفس الدالة هذي لكن هنان أستعمل القيمة مثلا الإيدع اللي توصل اللي هنان مثلا أنا قد أريد أن طفلوز فأمننا إنه هذا المبلغ هنان فهم باشرة راح يضيفه يسوي لعملية الزائد ويامن ويالبانس اللي رصيد ويراح يرجع لقيمة الرصيد اللي موجود عندك فهذا الدالة هن اللي هنه سحب وإيدع أوكي واضح اللي جاي هذي الدالتين فأنا حاليا كمالت كلاس البوكس هذا الكلاس بدالة تجلب الرصيد بمتغير واحد هو الرصيد البالانس دالة تجلب لهذا البالانس دالة تسحب لي من عنده ودالة تضيف لي علي تمام هذي الدوار اللي أنا أحتاج لك فهنانة حاليا كمالت الكلاس البوكس فأجي هنا أختار لأ save أجي هنا وين حتى أرتب الكود ما التي أنا هنا سويت object هنا سويت object فلازم هنا جوه هذا أسوي object ما أسوي مثلا هنا أسوي هنا أكتب بوكس بوكس هذا بوكس أختار بوكس هذا الاسم اللي هو small يساوي a new a new box بوكس بهذا الشكل فارض من قوضة لاحظوا هنانا الكلاسات اللي أنا أحتاجين هن هذنين فسويتن هن كل هن object وبشكل مرتن هنانا المتغيرات اللي أنا أحتاجين فسويت هذ المتغيرات لاحظ طريقة كتابة البرنامج مالكي جا يصير يعني بخطوات متسلسلة أنه كملت تكلاس اليوزر شغلت جربت كمل على حسب الوصول وراها التجه للبوكس كملت البوكس كملت تكلاس البوكس بعدها أجي أريد أسوي الشغل المات أنه يطلع له هاي القائمة وهاي القائمة مثلا أختار أنا من داخل هذن هن هن راح نستعمل هس أنا كملت من بعد ما يكمل عملية تسجيل الدخول نحن نسميها ورا ها راح يجي العملية ثانية أنه يطلع له القائمة زين هن هن عملية القائمة راح نستعمل دو ويل ليش دو ويل ليش أنا اختار دو ويل ليش ما اختار غير قيمة مثلا أو غير لو مثلا ويل أو مثلا الفور دو ويل راح تنفذ لك بالبداية بعدين تفحص الشرط فلازم يعني تفحص لك أو تطلع له القائمة بعدين لما نتسوي اختيار راح تفحص على أثر هذا الاختيار تمام هالشكل يعني لازم بالبداية تنفذ بعدين تفحص الاختيار ما يصير افحص الاختيار بالبداية وبعدين انفذ تمام طبعا الشحن عندي قليل بس خلي اشحن وارجع لكم لتطفل حاسبة تمام ما راح تاخر عليكم اوكي فهنا نكتب ويل دو استعمل دو ويل ليش حتى ينفذ لي بعدين يفحص على أثر هذا زين شنو راح اخلي هنا ونداخل الويل احنا هسه راح نشرح خطوة خطوة بس قبل لا أبدي خلي هنا اروح للبنك خلي اختار هذه اللي هي الكتابات اوكي اسحب هاي هذا الشكل واجه هنا هذا مجرد كتاب يعني عرض خلي هنا فأول عرض عندي انه اطلاع على الرصيد راح يختار رقم واحد سحب من الرصيد يختار رقم ثلاثة ايداع الرصيد يختار رقم ثلاثة وخروج راح يختار رقم اربعة تمام وبعد اختر من قائمة راح يختار ال choice هذا هو متغير انتجة ورح اعرف هنا بصف المتغيرات هذي هذي جوه سترانك راح اقول لي انتجة انتجة هذا الشكل اختار حتى يقدر عملية ادخال وهذا بما انه انا قلت اربعة للخروج فمثل ما تلاحظ هنا اربعة للخروج فراح يكون هذي اشار اشار لا يساوي اربعة لما راح يساوي اربعة يعني هنا لما راح يساوي لما اضغط على اربعة لما راح يساوي اربعة هنا لما راح ينفذ لراح يطلع من الدور راح يطلع من العداد مارتي هالشكل هذي تمام فا اوكي خلي نجرب بس انا كملت خلي مو كملت يعني كملت العرض فاشغل البرنامج اريد اجرب قولا علي واحد يعني اربعة اش راح يطلع اللي راح يطلع القائمة اختار من قائمة لما ادوس اربعة اوكي فهو راح يخرج من البرنامج بهذا الشكل فلما اضغط على اربعة راح يخرج من البرنامج تمام اوكي بعدها اهناني اقدر استعمل اما ال-F اما ال-Switch تمام يا اما اقوله مثلا F و اضغط هالشكل اقل choice choice او عفو هذا choice choice يساوي يساوي مثلا واحد و اختار اخلي هنا مثلا اقواز وهنا لما اختار واحد مثلا شن يسوي اما اختار ال-Switch انا اختارت ال-Switch لان ال-F اشوف ها يعني مثل ما نقول انه ها استعملنا ها ال-Switch ما استعملنا ها فان اختار ال-Switch فهذا ال-Switch هذا ال-Switch اسرح انا اشرح خطوة خطوة مجرد ان اخذها من انا وان اشرح ان شاء الله خطوة خطوة تمام احنا نكمل ما لدينا شي بس هذا ال-Switch نخلي هنان ونجي نربط ها تمام ال-Switch نحن خلينا داخلها قلنا انه الحالات اللي 3-10 لازم تخلي ال-Switch تخلي داخلها هذا المتغير اللي أنت اختاريته وعلى اثر هذا المتغير لمن راح يساوي هذا المتغير واحد راح ينفذ لك الحالة رقم واحد لمن هذا المتغير يساوي اثنين راح ينفذ لك الحالة برقم اثنين لمن هذا المتغير اللي هو choice سو 3 رح ينفذ لك الحالة لقم 3 لما ينفذ لك مثلا 4 تختار 4 ينفذ لك الحالة لقم 4 واخر شي اذا ما دخل لك مثلا رقم 5 فرح يطلع لهذا الارغم اللي هو default يكون الادخال غير متوفر في القائمة تمام وهذا عبارة عن نجوم هالشكل حتى يبصلي بين الحالات القديمة والجديدة تمام زين هسه نفرض انا اختريت انه دخلت بالchoice رقم 1 فهو رح ينفذ لي الحالة رقم 1 زين الحالة رقم 1 شنو بيها بيها هذا system.out.println يعني قلت له اطبع لي رصيدك هو وbox get balance اللي هو رح يروح لهذا البوكس هذا بعد ما ماحتاجه اللي هو رح يروح للبوكس للبوكس رح يقلي get balance وهذا get balance شو سوي سوي رتيران للبالنس بحيث يرجع لي الرصيد اللي موجود عندي جيد موجود عندي رح يرجع ليه هنا ويطبع ليه تمام؟ هذي get balance بعدها اذا اختاريت رقم 2 اللي هو سحب اش راح يقلي اللي هو هذي الحالة رقم 2 رح تتنفذ اكلا system.out.println ادخل مبلغ السحب يعني انت اول شي ادخل لمبلغ السحب وهنان هذا متغير يحفظ لي مبلغ السحب فاني هنا يوم صاحبة اللي هو choice شو راح تسوي ليه راح تسوي ليه هالشكل انه تعرف عرفته جيش لانه هم متغير فعرفته قلت لي هذا الwithdraw هذا اختاريت draw اخر شي انه هالشكل انه يدخل بي القيمة وهذا القيمة سويت لي system.out.println رصيدك رصيدك الباقي هو سويت box استدعاء للدالة السحب ودازيت لها المبلغ اللي انا دخلته مبلغ السحب اللي انا دخلته دازيت لها هنان فمجرد انه استدعيت الدالة اللي موجودة بالبوكس اللي هي هاي withdraw راح تستقبل مبلغ السحب وتجي تفحصها لما فحصت تشافة مثلا المبلغ اللي تريد السحبه كبير طبعلك انه لا يوجد مبلغ لا يوجد رصيد كافي اذا ما اذا مثلا ما شسمه المبلغ عندك يعني اللي تريد السحبه فرح تنقصها من البالانس بعد ما رح تنقصها رح ترجع لك البالانس هذا لما ترجعه رح يطبعه هناك يعني هي ما رح ترجع لك البالانس هاي دالة رح ترجع لك البالانس رح يطبعه مباشرة لكن بعد ما تنقص من عندك هذه الحالة الثالثة طبعا ورا كل حالة اكو موجود break حتى ليه يكمل يستمر للحالة الثانية فهنا انه هذا قم كذلك اروح افعله الشكل هذا اقدر استعمل متغير واحد متغير واحد بحيث ادخل بهذا المتغير متغير واحد عادي لكن انا سويته بمتغيرين حتى يعني لا يكون اكو خربطة فهذا هنا انا input next integer سويلي عملية ادخال للمبلغ الايداع انتج قد تريد تسوي ايداع فسويلي عملية ادخال سويلي system.auto print line شا سويلي هو رصيدك هو البوكس يستدعي لي دالة الايداع وانطيها مبلغ اللي انا اريد اودعه او اريد اسويلي ايداع فهنا تجد تستلم شا سويلي تجمع اول البالانس وترجع للبالانس يعني تجمع وترجع فلما راح ترجع راح تجي هنانه حياة طبعا زين اختارت رقم اربعة اللي هو الخروج فراح يقلي شكرا لاستخدامك خدماتنا اوكي فهنانه لما راح انفذ لاحظ خلي اسوي تقريب للشاشة التنفيذ فلما راح انفذ هنانه اقول ان علي اضغط انتر بعدين ثلاثة اربعة راح يطلق لي مثلا لما اريد اسوي اطلاع على الرصيد فراح يقل لي رصيدك هو عشرة الاف اوكي زين اريد اسوي السحب مثلا اشقلي ادخل مبلغ السحب اقل لي مثلا اريد اسحب خمس الاف فراح ينطيني يقل لي رصيدك الباقي هو خمس الاف انا خمسة عش ارف يعني جمع الياهن والعشر تالا اوكي باعتها انا مثلا سحبته وسويت ايدا اريد اخرج اضغط اربعة وراح يقل لي شكرا لسلام كخدماتنا وهذا الجسمة اللي هو عبارة النهاية وينتهي البرنامج هذا الخط الاخضر بدون اي خطأ تمام شباب هسا اللي جاي مفهوم هذا البرنامج شون احنا سوينا مشروع شون احنا رتبنا بهل شكل هذا قدرنا نتحكم به